بسببك أبوك تحكي لي عن برنامجك في الغاط لأنه كل تقريبا نهاية أسبوع أنت ما شاء الله نعم أنا تقريبا نفس البرنامج أتقدم أتأخر أنام حدود الساعة تسعة أصحى الساعة أربعة في الصيف أصحى بدري على ساس قبل ما تطلع الشمس وقبل ما ذي احتر طريق وأروح هايكنج أمشي لي ساعتين ساعة ونص وأفطر فوق عندي غار أجلس فيه وأسوي الشاهي وأفطر وأتأمل حوالي ساعتين ثالث ساعات وأكتب وأقرأ كثير من الأفكار تأتي أثناء المشي مهم جدا تروح للغاط عشان تهرب من زحام المدينة أو تروح للغاط عشان تتذكر الطفولة والله كلها لكن أكثر شيء حبا الحقيقة في المزرعة وفي الغاط وفي المنطقة الصحية التلوث مضر وكثرة الأشجار وقلة السيارات تخلي الجو صحي 100% وهذه مفيدة هناك الهدوء غير طبيعي جدا هدوء حتى في الليل لما تجلس تشوف النجوم تشوف وروب الشمس تشوف الإشراقة أحفادك يروحون معك؟ أحفادك يروحون معك؟ والله ولا يبقون يجبون يسوون شيء في نهاية الأسبوع في الرياضة صغار صغار أنا أشرط عليهم وإذا تبقى تروح يخلّبوك يروح معك أنا ما أنا أنصحك بس ماني مسؤول عنك لا لا صعبة ولا هم الصغيرين ما عندهم مانا يقولوا بروح هايكينج لأنه إذا رحنا الآن مثلا وراحوا الأهل معهم كلهم نطلع هايكينج بس نطلع الجبل صغير ويشوفون ويبدون كلهم كل واحد يأخذ مع عصا ونمشي متى بديت الهايكينج؟ أنا بديت هياطوي العمر قبل حوالي 27 سنة في بريطانيا كان عندي مدرس للحرب الإلكترونية ولأن الوقت في الفصل ما يكفي كنت روح له في بيته وكانه ساكن بالريف وإلى جلسنا ساعتين في الساعت نتكلم عن هذا ملينا قال خلنا نروح نسوي هايكينج إيش الهايكينج؟ إلا والله نمشي الريف الإنجليزي جميل جدا ونمشي فيه وحوالي ساعتين نرجع إلى هذا فعلى طول بعدها بدأت نزلت إلى لندن واشتريت كل المعدات تحتاج الهايكينج اللي هي العصا وأهم الله يعزك الجزمة لازم تكون من النوع اللي يحمي الرجل والشنطة الظهر وطبعا إذا تروح مثلا إلى كلمنجار أو تروح إلى برست هذه فيها أشياء أخرى تحتاجها وش يفضل المناطق اللي تحب تروحها للهايكين؟ داخل المملكة أو الخارج؟ داخل المملكة أو الخارج؟ داخل المملكة عندك في الجنوب من أجمل مناطق يعني من رجال المع إلى السودة وعندك في المخوات شدة الأسفل وعندك في بلجرشي وعندك في بلدنا جميلة جدا لما تروح إلى الجزان فيها مناطق جميلة وحايل الزل في الغاط التبوك ما شاء الله يعني الآن المملكة وينما تروح تحصل مناطق جميلة ترجمة نانسي قنقر